موجز الأخبار من المحور أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس الإيراني توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسا لمصر ومن جانبه سمن الرئيس السيسي هذه اللفتة المقدرة كما تطرق الاتصال إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في خطاء غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مصار تناول القضايا العالقة بين البلدين وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعايته المصابقة العالمية للقرآن الكريم وتوجيهه بإكرام أهل القرآن وحسن مكافأتهم وإقامة هذه المصابقة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافية الإسلامية مهنيا إياه بفوزه بولاية رئاسية جديدة جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقافة دكتور محمد مختار جمعة في فتاح المصابقة العالمية السلاسين للقرآن الكريم وأكد رئيس الوزراء أن المصريين قالوا في نسبة تصويت تاريخية نعم للقائد نعم لاستكمال الإنجاسات والتي تقف هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي نحن في القلب منها اليوم شاهدة على جانب من عظمتها نعم للحفاظ على أمننا القومي في ظل التحديات الرهنة سائلين الله عز وجل أن يعينه وأن يحفظه ويوفقه ويسدد خطه نفاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية دون أي تغيير وذلك وفق نظام الكتاب المفتوحة حيث يحصل الطلاب على كتاب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحانات مع تطبيق نظام البابلشيت موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وكراسة البابلشيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للتعاون الجريم مع الجانب الياباني والدور الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي الياباني جيكا في دعم جهود وأولويات التنمية الوطنية موضحة أن التقرير السنوية لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات عكس حجم التعاون الجريم مع اليابان وتنوعه في العديد من القطاعات جاء ذلك خلال استقبالها المدير العام الجديد لهيئة التعاون الدولي الياباني جيكا بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وذلك مع بداية تسلمه مهام عمله حيث تم خلال اللقاء الترحيب بالمدير الجديد للشيكا ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الياباني كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تعد أول منصة متكاملة تتضمن كافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وناشئة مضيفة أنه سيتم إضافة التمويلات وأوجه الدعم التي توفرها هيئة التعاون الدولي الياباني جيكا للمنصة لتكون متاحة لمختلف الشركات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر